اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية وخلال اجتمعا آخر وجه رئيس السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر وكذا تعميق استصنيع المحلي بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيت وزير المالية والفريق كامل الوزير وزير النقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي صرح بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية في ضوء اهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال والتي اصفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع او على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين بالاضافة الى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي واشار المتحدث الرسمي الى ان السيد الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها والموقف التنفيذي لعملية تطوير واعادة تأهيل الخطين الاول والثاني لمترو الانفاق بالقاهرة الكبرى بالاضافة الى العمل الجاري لانشاء الخط الرابع للمترو ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اخر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية الى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطع الخاص وهي الجهود التي وصلت الى مراحل متقدمة في اطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني حيث اوضح السيد وزير النقل ان مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكك الحديدية او الاوتوبيسات من الخارج مرة اخرى حيث يتم تصنيعها في مصر باياد مصرية واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة والتعاون مع القطع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لانشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العملة الاجنبية فضلا عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الانتاجية ترجمة نانسي قنقر